من كنيسة البشارة للروم الارتودوكس المنطقة تسمى عين العذرة في مدينة الناصرة من واصل دراستنا عن رحلة الميلاد الناصرة طبعا هي بلد يوسف النجار وهي أيضا مدينة القديسة مريم العذراء وطبعا الطفل يسوع الذي عاش ونشأ وترعرع في هذه المدينة مدينة الناصرة هي مرتفعة على جبال ترتفع 600 متر فوق سطح البحر وأيضا هي مدينة جبلية فيها وديان كلها بتوصل بعضها إلى هذه المنطقة في منطقة البشارة وأيضا إلى السوق القديم إلى كنيسة البشارة للكاتوليك بتلتقي هناك هذه البلدة طبعا كانت صغيرة ومتواضعة جدا تعداد سكانها لا يزيد عن 400 نسمة وهذه البلد طبعا مكان جميل أنها تشرف وتطل على أماكن كثيرة مش بس كانت بلد زراعي أيضا صناعي لأنه في بلد مشهور جدا في هذه المنطقة مدينة رومانية اللي هي تسمى صفورية فمعظم الناس اللي كانوا بيشتغلوا أو من الناصر اللي كانوا بيشتغلوا في منطقة صفورية منطقة الناصرة مثل ما بيتكلم الكتاب تقع بين سبطاي زبلون ونفتالي هذه الأصباط اللي رأت السبي الأشوري قديما هذه الأصباط اللي افتقدت ورأت البشارة ونكفي أو يكفي أن نقول أنه الملاك جاء للقديسة مريم العضراء في بلد متواضع جدا عادة البلدة بتكون مرتفعة والمنطقة الزراعية من حولها والسكان بيكونوا ساكنين في منطقة وحدة وأيضا بيكون عين المي قريب لأنه حيث يوجد الماء توجد الحياة وطبعا في نبعة قديمة في هذه المنطقة وإلى يومنا هذا تستطيع طبعا أن تخرج الماء من داخل الكنيسة وفي عين للعضراء خارج هذا المكان اللي كانت البلدة بيجو بعبو مي هذه البلدة هي بلدة يوسف النجار والقديسة مريم العضراء والرب يسوع اللي عاش ونشأ في هذه البلدة أيضا الناصرة طبعا يمكن مكان وضيع لكن الرب شرف الناصرة أن تكون طبعا مذكورة في كل أماكن العالم ويكفي اللقب يسوع الناصري أو يسوع الذي من ناصرة الجليل